بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم متابعة قناة مرشد التربوية في مقطع جديد يتعلق بقراءة الوظيفية تحت عنوان الكنز العظيم صفحة رقم 42 وصفحة رقم 43 من كتاب واحد الكلمات لغة العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي لدينا أسئلات أتهيأ للقراءة أذكر النوادي الثقافية التي يمكن إنشاؤها في مدرستي يعني هذا النوادي لربما أنتم لديت أسبوع تعاول المدرسة قمت بتأسيس ونجمع ديال النوادي نعم سأذكر بعضها من بين هذه الأندية كنادي القراءة نادي الرسم نادي الأخبار المدرسية أو نادي الإعلام المدرسي ونادي الرياضة وغيرها من الأندية التي يمكن إنشاؤها في المدرسة ثم ألاحظ أتوقع أتأمل الصورة ثم أتوقع موضوع النص عندنا الصورة فيها طفل وطفلة يقومان بقراءة الكتب الطفلة تقوم بقراءة قصة وطفل يقوم بقراءة رواية أو أحد الكتب إذن عما سيتحدث هذا النص نعم كتوقع سيتحدث النص على القراءة والإتمام بالكتب وسنرى انطلاقا من النص نعم قبل أن نتمم في شرح أسئلة أفهم وأحلل نعم أقترح أن نقوم بإحتاث مصابقة تخص قناة مرشد الطرفوية والمتابعين دي الكتاب دينا دي الكتاب الوحى كتاب الوحى وغيرها من المتابعين يعني اللي كتابعوا سلسلة الدروس التي نقوم بها سأطرح إحدى الأسئلة في زمن معين من أي مقطع سأقوم به اتفقنا ومن يجيب بشكل صحيح نعم سأقوم بتدوين اسمه وفي نهاية يعني كل أسبوع غن دي روح المقطع وفي النهاية دي السنة إن شاء الله هذوك التلام المتفوقين اللي جاولنا بزف غير عندهم واحد جائزة خاصة سأقدمها ستكون لهم من قناة مرشد الطرفوية نبدأ بالسؤال الأول حتى لو أطلع عليكم أشرح الكلمات التالية باستعمال القاموس عنا فرض أقلع وجذابت طلبوا مننا أن نشرح هذه الكلمات باستعمال القاموس إذن المعنى دي لهم إذن المعنى دي لها الثلاث كلمات هو كالتالي تبع معايا عنا فرض بمعنى أوجب أو ألزم فرض بمعنى أوجب أو ألزم عليك الشيء عفوا أقلع بمعنى أترك أو أتوقف أقلع عني الشيء بمعنى أتركه أو أتوقف عن فعله ثم جذابة جذابة بمعنى تلفط النظر والاهتمام ثم بعدها السؤال الثاني أنشئوا خريطة كلمة نعرف نديروا الخريطة دي للكلمة مني كنقول الخريطة دي للكلمة أقلوا عليها هي كنديروا نوع دي لها نوع الكلمة واش تفاهمي ثم مراضفها وضدها وتركيبها في جملة إذن نوع هذه الكلمة نعرف هي فعل مراضفها نعرف بمعنى ندرك الضد دي لنعرف هو نجهل تركيبها في جملة أصبحنا نعرف من أستاذنا بالقراءة نعرف كثير من الأشياء وممكن أن نقوم تحطوا واحد مجموعة دي الجملة تفقنا أنا كنوضح لكم ثالثا أعيد قراءة فقرات النص لأحدد المعلومة المناسبة عنا قلونا نعود ونقرأوا النص باش نقدروا نجاوبه على ثلاثة الأسئلة اللي عنا تعلق الكاتب بقراءة بفضل وش والده أو بفضل إبراهيم أو بفضل والده وإبراهيم عنا داوما الكاتب على قراءة الكتب رغم صفر إبراهيم إغلاق إبراهيم لمكتبته أو موت والده نعم يرى الكاتب أن القراءة عادة طربية أم هواية نعم إحنا الجواب بالنسبة للأول تعلق الكاتب بالقراءة بفضل والده وإبراهيم يعني كلاهما ساهم في قراءتهم لكثير من الكتب وليس الوالد فقط أو إبراهيم فقط دوم الكاتب على قراءة الكتب رغم إغلاق إبراهيم لمكتبته يعني أخا إبراهيم لمكتب دياله ولكن الأطفال دياله أو الكاتب دياله استمر على القراءة يرى الكاتب أن القراءة طربية نعم أن القراءة هي طربية يعني الناس اللي يربي ولداتهم على القراءة يعني فهي متعلقة بالطربية وليست عادة أو هواية رابعا بما علل الكاتب إبتعاد الأطفال للقراءة واش بقلة الكتب والمكتابات أو بغياب الطربية على القراءة وتشجع عليها أو بالتسليل التي وفرتها التكنولوجيا يعني أشنو السبب من هذه الأسباب اللي علل به الكاتب ابتعاد الأطفال عن القراءة إذن السبب اللي اختاروا الكاتب هو بغياب الطربية على القراءة والتشجيع عليها بمعنى احنا ما كانش نشعرش ولدتنا على القراءة يعني بدل ما نشروا لهم الكتب ومثلا الروايات والقصص باش يقرأهم احنا كنتش نشروا لهم الهاتف باش يتلفوا فيه الوقت كتقولوا باش يشغلوا فيه طفقنا؟ هذا هما من الأسباب اللي خلونا يعني ما خلوناش أن الأبناء دينا خمسا استخرج من الفقرة الثانية بعض الكلمات التي تشكل شبكة المفردة الخاصة بالقراءة نعم نتقلوا في الفقرة الثانية باش نبحثوا على هذه الكلمات نعم الشبكة يعني كلمة عندها علاقة بالقراءة عندنا كنا حين نرى فوق درجاته نصيح قائلنا نريد قصصا وكتوبا يعني هذه كلمتين ثم نبحث على كلمة أخرى نعم مكتبته إذا المكتبة حتى هي من مفردات ديال القراءة تفقنا؟ إذن لدينا ثلاثة ديال الكلمات هي القصص والكتب والمكتبة ثم ننتقل إلى السؤال والسؤال السادس أستخرج من الفقرة الأولى جملة سردية والثانية وصفية بمعنى السرد يسرد لنا نصا ثم وصفية يصف لنا شيئا إذن الجملة الأولى الجملة السردية هاية أذكر أننا كنا نعيش في مدينة ساحلية هنا الكاتب يقوم بالسرد الوصفية قلت يلقي بالكتاب المغلف في ضرف السميك كيف يصفنا؟ هذا الشكل للكتاب فجاب فذلك الضرف كيفاش كم الضرف تفقنا؟ إذن عنا ثلاث سابعة أستخرج من الفقرة الأخيرة الرابعة حجة وظفة وما الكاتب للدفاع عن رأيه الحجة الأولى تبطل رأيا لا يتفق معه والحجة الثانية تؤكد رأيه إذن هذه الحجة الأولى لا أتفق مع الذين يقولون بأن التكنولوجيا الحديثة بكل ما قدمت نعم تتم هذه الجملة ما قدمت من طرف وتسلية هي التي أبعدتنا عن القراءة تفقنا؟ بالنسبة للجملة الثانية التي تطلب منا الحجة الثانية ذلك أن الشعوب التي اخترعت التكنولوجيا لا تزال تقرأ بشغف كل ما يصدر أو كل ما يصدر من كتب لأن هنا يفصحة رقم 43 هذه البداية هذه البداية ذلك أن الشعوب التي اخترعت التكنولوجيا وهي التتمديلها لا تزال تقرأ بشغف كل ما يصدر من كتب مزيلا؟ أنا أركب وأقوم السؤال الأول السؤال الأول أقترح عنوانا مناسبا لكل فقرات من فقرات النصية أن هناك بعض الفقرات سننضر لهم العنوان إذن مثلا أعطيكم مثل الفقرة الأولى القراءة كنز الفقرة الثانية خدمات إبراهيم الفقرة الثالثة التربية على القراءة الفقرة الرابعة القراءة والتكنولوجيا تفقنا أنتم ممكن أن تدروا عنوان أخرى ثم أبدي رأيي في عنوان نص نعم دعت الرأي ديك في هذا العنوان دي الكنز العظيم مثلا نعم رأيي في عنوان النص أن القراءة كنز عظيم فهي تنمي العقل وتهذب النفس وترشد القارئة إلى الصواب وأخيرا السؤال الأخير أتحقق من صحة التوقع الذي افترضته قبل القراءة وأعلن ما توصلته إليه إذن التوقع دينا لن نص وش كان صحيحا أو لم يكن صحيحا نعم كان صحيحا نحيث النص تحدث عن الكتب والاهتمام بالقراءة وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس ألقاكم في الدروس المقبلة إن شاء الله مكونات الصرف وتحويل ومكونات تركب إلى اللقاء